اشتركوا في القناة وقوة عالية جدا كيف يمكننا ان نستخدم هذه الخاصية وما هي متطلبة لتشغيل هذه الخاصية كل هذا واكتر ان شاء الله سوف نقوم بالتعرف عليه اول شيء يجب ان نتأكد قبل شراء اي بطاقة رسومية عفنا اي بطاقة ام يجب ان نتأكد انها تدعم لخاصية الـ SLI كيف يمكننا ان نعلم انها تدعم لخاصية الـ SLI الـ SLI فقط اذا كانت تتوفر على اكتر من منفذ من منفذ الـ PC Express تكون تتوفر على اكتر من واحد من منفذ يعني هنا فتكون البطاقة او البطاقة الام تدعم خاصية الـ SLI كما تلاحظون هذه البطاقة التي استخدمها حاليا بطاقة صراحة قوية بـ Chipset NVIDIA يعني Chipset NVIDIA قوية هي نوعا ما قديما 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 يعني ولكنها تستخدم تشتغل بكفاءة عالية استخدم بطاقتين من نوع انفيديا جيفورس 90080 سوف نتأكد من هذا المهم اول شيء يجب أن نتأكد من ان بطاقة الام تدعم لخاصية الـ SLI ثاني شيء يجب أن نتأكد أن المزود الطاقة او مزود الطاقة يجب أن نتأكد أن مزود الطاقة يتوفر على PC Express Power اللي هو كما نشاهدين في الصورة PC Express Power إذا كانت مزود الطاقة أو Power Supply لا تدعمه مثلا ولا يوجد فيه هذا المنفذ اللي هو منفذ PC Express فلن تشتغل معك بطاقة أكثر من بطاقة واحدة ولن تشتغل معك خاصية الخاصية الـ SLI هذه من جهة من جهة ثانية يجب عليك أن تتأكد على أن البطاقات التي سوف تشتريها يعني تدعم هذه الخاصية كيف نعلم ذلك فقط أنها تكون لديها منفذ الـ SLI منفذ الـ SLI مرة يأتي بمنفذ واحد ومرة يأتي بمنفذين وذلك على حسب تقدم هذه الخاصية أول ما ظهرت ظهرت بمنفذ واحد يعني بريج واحد يكون جسر واحد يربطوا البطاقتين يكون جسر واحد يعني إلى أن تم كما تشاهدون في الصورة يعني يوجد منفذين وهنا فقط يعني لتكون مثلا سرعة المعالجة أو سرعة تبادل البيانات بين البطاقة والثانية أقوى يعني كما نعلم أن البروستورات انفيديا صارت أقوى وبالتالي صارت يعني تسلزم مثلا جسر أكبر لعبور هذه البيانات وبالتالي قامت شركة انفيديا أو الـ ATE أو كيفما كان تلك الشركة قامت بإضافة منفذ تاني يعني منفذ تاني لتكون سرعة بيانات بين البطاقة الأولى والثانية يعني أكثر سلاسة وأكثر سرعة هناك سؤال الكثير مننا يطرحوه مثلا أن بطاقة يمكن تشغل بطاقتين مختلفتين بالـ SLI فقط يجب أن تتوفر على المنافذ هنا سوف أقول بأن الخاصي للأمر هذا لن يشتغل ممكن أن تظهر لك ولكن هل لن تشتغل يجب عليك وكما ومبين في شركة في موقع شركة شركة انفيديا يجب عليك أن تتوفر على بطاقتين من نفس النوع ومن نفس الحجم ومن نفس نوع الرامات مثلا سأعطيكم مثال يعني يجب أن تكون مثلا إذا كانت سعة البطاقة 12 جيجا 12 جيجا أكيد في موجود يعني موجود 12 جيجا نفترض مثلا 12 جيجا مثلا وسأسعر مثلا بطاقة التي تتوفر على 12 جيجا هي آخر بطاقة التي أظهرتها شركة انفيديا وهي تايتانزي بطاقة قوية 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 جدا وسعرها أكيد سعر خيالي بطاقة تايتانزي كما تشاهدون بطاقة قوية تتوفر على ذاكرة من 15 جيجا بايت هذه آخر واحد يعني رامات يعني راماتها يعني من نوع DDR5 هنا نؤكد على أن إذا أردت أن تستخدم مثلا الخاصية SLA يجب أن تتوفر على بطاقتين أو ثلاثة أو أربعة وتكون كلها من نفس النوع يعني نفس الحجم نفس نوع الرامات نفس سريا النمبر يعني ليس سريا النمبر ولكن نفس الصغة مثلا Titan Z يجب أن تكون Titan Z GTX 980 يجب أن تكون GTX 980 NVIDIA 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 9800 9800 GT يجب أن تكون ثانيا يعني يجب أن تكون يعني في نفس النوع تماما لكي تشتغل خاصية الأسألة وهذه من الشروط لكي تقوم بتشغيل هذه الخاصية والاستفادة من قوة وكفاءة عالية صراحة أنا أستخدم هذه الخاصية حتى وإن كانت يعني بطاقات التي أتوفر عليها بطاقات من النوع القديم سوف أوريكم البطاقة التي أتوفر عليها هي GeForce 9600 GT أتوفر على بطاقتين بطاقتين يعني من نفس النوع كيفية تشغيلها فقط عند تركيب مثلا أول شيء قبل التركيب يعني يجب عليك أن تقوم بنزع جميع درايفرات هنا سوف أتطرق إلى كيفية استخدام هذه الخاصية أولا يجب عليك نزع جميع الدرايفرات المتواجدة لديك يعني متواجدة لديك على جهاز الكمبيوتر وهنا أختصوا يعني درايفرات شاشة أي درايفر شاشة كنت تستخدمه يجب عليك أن تنزعه إلى أن تتبين لك الصورة أنها أن الجهاز يفتقد إلى درايفر شاشة هنا تقوم بإطفاء جهاز الكمبيوتر كما نعلم من القائمة وبعد ذلك تنزع الكابلات يعني تقوم بالنزع الكابلات واحد تلو الثاني تقوم بالضغط بعد أن نزعت الكابلات تقوم بالضغط على الزر موجود على الجهاز الكمبيوتر لتفريغ الشحنة الداخلية التي توجد داخل الجهاز لتفريغها وذلك لعدم كمان عالم الكثير يستخدم أياده يعني بدون قفازات وكمان عالم أن الأياد البشري يموصل للطاقة ويمكن أن تقوم بعمل شورت أو شيء من هذا القبيل فقط تقوم بإفراغ الشحنة المتجاون تواجد في الجهاز وسوف تلاحظ أن عند نزع الكابلات وإفراغ الشحنة سوف يشتغل الجهاز لثانية أو نصف ثانية ثم ينطفع يعني هنا يقوم الجهاز بإفراغ الشحنة التي توفر عليها تقوم بتركيب بطاقة واحدة هنا نقوم بتركيب بطاقة واحدة في الجهاز تنصيب الدرايفر تشغيلها لمدة ساعة أو ساعتين بالضغط يعني تقوم بتشغيل لعبة أو لعبتين بطاقة نقول هنا وأؤكد أنك يجب عليك أن تقوم بتنزيل بطاقة واحدة فقط وتشتغل عليها لمدة ساعتين على الأقل لأن نعلم أنك تريد تشتغل أربعة أو خمس أو بطاقات لا يهم ولكن يجب عليك أن تشغل بطاقة واحدة بعد ذلك تقوم بإطفاء الجهاز تكرار نفس العملية الفراغ شحنة الجهاز وتقوم بتركيب البطاقة التانية بعد أن تقوم بتركيب البطاقة التانية تربطها في نفس الوقت قبل تشغيل الجهاز بمنفذ الـ SLI هنا سوف أحيطكم بأمر وهو أمر ضروري يجب أن تتأكد قبل كل شيء يجب عليك أن تترى توجد علامة كما تشاهدون علامة هذه العلامة تتواجدوا أيضا على بطاقة الجرافيك كارت يعني يجب أن تضعها بصورة صحيحة فوق البطاقات هنا تجدوا مثلا هذه السهم الصغير هنا كما تشاهدون سهم صغير هنا سهم صغير لا يظهر هنا ولكنه موجود يعني يريك كيفية تركيبها يعني المستوى أفوقي أو يعني أو العكس فقط يجب عليك أن تضعها في المستوى الذي هو المطلوب يعني هذه العلامة توجد علامة نفسها على بطاقة على بطاقة الجرافيك كارت توجد نفس العلامة على الجرافيك وبالتالي تربط الجهاز تقوم بتربطه وتتأكد أنك ربطت هذه القطعة ثم تقوم بتركيب هنا سوف أريكم تقوم بتركيب الكابلات هذه هذه الكابلات تكون تركب خلف البطاقة يعني خلف بطاقة البطاقة الأم هنا تكون يعني كما تشاهدون في الصورة يعني تركب بهذه الطريقة تختلف النوعية ولكن تركب بهذه الطريقة تتأكد أن كل الكابلات قد ركمتها بالطريقة الصحيحة يعني في البطاقتين كلاهما يعني تقوم بتركيب الباور لهما تقوم بتركيب الـ SLI وبعد ذلك تقوم بتركيب الـ HDMI أو أي شيء الـ HD بعد ذلك تقوم بتشغيل الشاشة هنا سوف يتعرف الجهاز جهاز الكمبيوتر تتبع لك سوف يتعرف على أن قد تم إضافة بطاقة جديدة هنا تشتغل بطاقتين بخاصية الـ SLI غير مفاعلة بعد يكون جهازك جهازك لم يفعل البطاقة بعد تقوم بتنزيل آخر عفوا لقد نزلنا يعني يكون جهازك لم يتعرف على البطاقة بعد يعني التاني تعرف عليها ولكنها لم تشتغل يعني تشتغل فقط البطاقة التي مركب فيها مثلا مركب فيها مثلا وصلت الشاشة كيف تقوم بتفعيل هذه الخاصية نذهب مثلا نذهب إلى الـ Nvidia Nvidia Power Control يعني Panel Control أو ندخل عليها من Control Panel تشاهد كما تشاهد بهذه الطريقة أنا قمت بتفعيل هذه الخاصية تكون هي disabled يعني غير مفعلة تكون غير مفعلة هنا تشاهد أي بطاقة أنت واضع فيها مثلا وصلت أو تعطها Auto يعني أحسن أنا أحط تحط أنا كما تشاهدون عندما أضعها في رقب 1 فهي تنتقل إلى بطاقة رقب 1 عندما أضعها في بطاقة رقب 2 فهي تنتقل إلى بطاقة رقب 2 هذه بالنسبة لل Fx يعني كل ما يتعلق بالدخان كل ما يتعلق بمعالجة الهواء والمياه يعني سرعة في المعالج هنا أنا أنصحك بأن تضع مثلا Auto وتقوم بعمل Maximum 3D Performance وتعمل Apply هنا فقط نقول أنك تستخدم خاصة SLI بكامل طاقتها وكامل قوتها ونصيحة أخرى يعني يجب دائما أن تعمل Check-up يعني أن تبحث ترى إذا كانت شركة قد تم تنزيل مثلا Driver جديد أو يعني دائما تعمل Check-up update كل مثلا أسبوع أو أسبوعين أو تقوم بعمل Check-up update صراحة موضوع SLI هو موضوع يعني شيق موضوع كبير فيه شرح كثير أنا لن أتعمق في الشرح يعني أتحدث معكم فقط بالمعلومات التي أتوفر عليها والمعلومات التي أنا متأكد أنها صحيحة مستندة من مواقع كبيرة مثل أنا لم أدرسها أكيد في المدرسة أو أي شيء قد بحثت يعني في الوكيبيديا وبحثت في المواضيع استخدم نفس الخاصية لمدة أربع سنوات اكتشفت فيها عيوب اكتشفت فيها أشياء قمت بتصليحها وأنا عطيكم خلاصة خلاصة كيفية استخدام هذه الطريقة قلت لكم أن تركبوا مثلا البطاقة الأولى وبعد ذلك تقوموا بتركيب البطاقة الثانية أنا متأكد أن فيه في فرق كبير عندما تقوموا بتركيب البطاقة الأولى والثانية معا في نفس الوقت وبعد أن تقوموا بتركيب بطاقة بعد الثانية يعني وإذا كنت سوف تضع أكتر من ثلاث بطاقات مثلا أو أكتر من أربع بطاقات يجب عليك دائما أن تضع واحدة تلو التانية واحدة تلو تستخدموا الأولى تقوموا بتشغيل جهاز تشغيله مدة ساعة أو ساعتين على الأقل تركبوا التانية تشغلها مدة ساعتين على الأقل تركبوا التالية تقوموا بتشغيلها ساعتين على الأقل هنا تقوموا مثلا البطاقة تقوموا باستعاب أن تشتغل مثلا بطاقة واحدة تضيفوا التانية تعلموا البطاقة لأم أنك دفت بطاقة ثانية تقوم بتشغيلها يعني بعطاك شيئا اضافيا اذا ركبتهما معا فلن تكون هنا هنا يعني انا فقط قرأت الموضوع هذا في 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 موقع اه في موقع انفيديا ومكنكم ان تبحثوا في موقع انفيديا اه وسوف تشوف يعني سوف تتحققون من تتحققون من كلامي ان شاء الله اه لن اطول كثيرا الموضوع يعني شيق شيق للغاية خصوصا اه خصوصا انه يتعلق بمجال الالعاب والغرافيك وانا هذا هو المجال التي الذي يلهمني ومجال الذي اضيع فيه كثير من الوقت كما تشاهدونه العاب توفر على العاب حديثة و اه حكم مجال عملي استغرموا الفوردي سينيما يعني الغرافيكس اه واقولكم شيئا عن طريقة عن يعني من خبرة خاصة اه حتى وان كانت خبرة يعني فقيرة ولكني احاول ان اوصل لكم ما ما هو جديد وما هو قيم شكرا على متابعة اتمنى ان شاء الله ان يعجبكم الموضوع وحتى اذا لم يعجبكم يعني ان شاء الله اتمنى في الموضوع القادم ان شاء الله ان يكون مستوى اعلى ومستوى احسن ان شاء الله شكرا على حسن المتابعة اه استودعكم الله الذي لا تدعو وداعه اه وتمنى من الله علي القدير ان 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 تقوموا بمشاركة هذا الفيديو لانه اول عربي صراحة ان يتحدث عن الاسل اي وممكنك ان تبحث على في اليوتيوب اذا اه ليس هناك من يبحث من يتحدث عن خاصة الاسل اي وكيفية تركيبها وما هي وما هي وما هيتها والى ذلك اه ارجو من العليل قدر ان يكون الموضوع اه مفيدا اه اه اتمنى من العليل قدر ان تقوموا بمشاركة في قناتي واهلا بكم في قناتي وشكرا والى اللقاء شكرا